لا يعيق فؤاد في تنقلاته اليومية إلا تقصير السلطات تجاه حالات مشابهة يصر على قيادة سيارته المعدلة ميكانيكياً لتتلاءم مع شروطه الجسدية نصلي تقريباً 20 سنة أو 15 سنة بهذه الطريقة أصيب فؤاد منذ طفولته بشلل الأطفال رغم ذلك لم يستسلم لإعاقته رياضي من الدرجة الأولى والأهم أنه رب عائلة لا تنظر للإعاقة إلا نظرة طاقة بديلة لإثبات الذات رغم كل الصعوبات في اليوم العالمي للإعاقة رفع أصحاب القضية شعار الدمج في المجتمع والمطالبة بتطبيق الاتفاقية الدولية للمعواقين والتي انبثق عنها قانون 220 على 2000 والذي ينص على منح المعواق الحق في التعليم العيش في المجتمع إعادة التأهيل أما هدية وزير الشؤون الاجتماعية في هذا اليوم فكانت الإعلان عن إقرار مرسوم مواصفات ومعايير البناء أي بناء سيشاد أو أي مكان سيتم إعادة تجهيزه يجب أن يخضع لمواصفات ومعايير حاجات أصحاب الإعاقات وألف أولا يحصل على الترخيص من تنظيم المدني بدون استثناء تعمل الوزارات المختصة على تفعيل آلية مع مجلس الخدمة المدنية بإعطاء ثلاثة في المئة من الوظائف في القطاع العام لأصحاب الإعاقات وإنشاء مرصد خاص يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها التعريف الذي يتناول الإعاقة الذي يعود إلى سنة 1980 وهذا التعريف تقطع الزمن وصرنا بعهد الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين التي صدرت بسنة 2006 تشير الإحصاءات المحلية والدولية إلى أن نسبة المعوقين تصل إلى 10% من سكان لبنان أي ما يقارب 400 ألف مواطن شريحة لا تزال مهمشة رغم القدرات الذهنية والبدنية أحيانا التي يتمتعون بها والتي تجعلنا نقف أمامهم عاجزين تكشف الوقائع أن بعض أصحاب الإعاقات حققوا إنجازات في مختلف الميادين وأثبتوا قدرتهم على الاندماج الاجتماعي رغم كل الصعوبات فيما لا يزال أكثر من 80% منهم ينتظرون الحصول على بطاقة المعوق لتكون بمثابة جواز سفر لحياة كريمة سحر أرنعوت الحرة بيروت